هيا الله و هيا الله هيا الله و هيا الله هيا الله و هيا الله هيا الله علي اكيد احنا الاجواء عشناها من اعماق القلب وكأنه احنا كنا نتغنى بالحب نتغنى باعمق الكلمات اللي ممكن نتعبر عن فرحتنا باسود رافديم وتمنياتنا الكبيرة كبيرة بان نكون احنا مرة اخرى ومجددا ابطال اسيا واسود كما نحن لدينا اسود الرافدين اللي كل الامل بهم ما شاء الله لكل لاعب موهبة خاصة به الطموح والمتابرة والاسرار على اعطاء المنجز على اثبات الذات واضح جدا بين لاعبين وثوليفة التشكيل الخاصة بالاضافة لذلك يا حنان طبعا نساهدنا الجيش الشرطة الحجد الشعبي الاعلاميين الكل كل الشعب العراقي خلتوصل هذا الى لاعبين منتخبنا الوطني كل الشعب العراقي بمختلف قومياته وطوافه راح يكونون معاكم في السراء والضراء خصوصا في المباراة القادمة مباراة المنتخب الايراني راح تكون هي المحك الحقيقي لمنتخبنا الوطني وان شاء الله تبيضون وجهنا في هذه المباراة طبعا مشاهدين الكرام راح نتحدث اكثر حول منتخبنا الوطني وحول المباراة اللي وقيمت يوم امس واللي راح تقام اليوم مع ضيف برنامجنا اللي نورنا في ستوديو صباح اسيا الكابتن حسين كمار صباح الخير عليك كابتن نورنا الله يسلم نوره بوجودكم ان شاء الله صباح الخير لكم وتحياتي للمشاهدين كلا اهلا وسلم بي كابتن يمكن احنا شاهدنا ابطال الجيش العراقي وابطال الحجد الشعبي وكثير من طبقات مجتمعنا في كثير من اختصاصات المجتمع بكل الفئات العمرية اليوم هي بمرحلة الدعم لمنتخبنا الوطني وهذا الدعم يدل على الحب الكبير والوطني العالي يحملها كل شخص وكل فرد عراقي هذه المرحلة الفاصلة واليوم هناك مسألة كثير مهمة المفروض ان نركز عليها هي مسألة الدعم على اعتبار احنا في مواجهة صعبة وبوابة صعبة اصعب من اللي قبلها مع المنتخب الايراني نعم صباح الخير اول مرة نبارك المنتخبنا وشعبنا اول مرة الكادر واللاعبين والطاقب الاداري الموجودة هناك مباراة بثلاثلاث نقاط وبنتيجة وبأداء اعتقد كان جيد جدا اكيد يعني الفرحة هي مو يعني تجي شسمها بتمثيل وانما هي تلقائية بالفعل العاطفة عندنا هي تلقائية لا ايرادية لا ايرادية فاعتقد انه الجميع اكيد واقف مع المنتخب الجميع مساند المنتخب الجميع يدعي للمنتخب ان يتوفق خصوصا بهذه المباراة المقبلة اللي ستكون مع ايران وهو هذا المحك الصحيح لمنتخبنا وقدراته ومستوى بالفعل قبل من نتحدث اكثر بخصوص منتخبنا الوطني خلنا نتحدث بشكل عام حول البطولة كابتن وحول المباريات اللي اقيمت مثلا المباريات يوم امس شاهدنا ثلاث مباريات قطر تمكنت من تحقيق اكبر فوز لحد الان في هذه البطولة ستة هزاف مقابل لا شيء واليابان تغلبت بشق الانفس على سلطنة عمان بهدف واحد وهذا الهدف جاء من ركلة الجزاء مشكوك بامرها واوزبكستان حجزت مقعد الليها في الدور الثاني امام تركومانستان بربط هزاف مقابل لا شيء خلنا نبدأ مع قطر والمعز علي سوفر هاتريك اول سوفر هاتريك في هذه البطولة للاعب قطري مستوى الفريق القطري او المنتخب القطري شاهدناه في هذه البطولة مستوى ثابت كرة قدم جميلة جدا يقدم هذا الفريق في ظل الروحية الشبابية المتواجدة في هذا المنتخب نعم المنتخب القطري يعني هذا يعني بدايته ليس للبطولة هذه وانما كانت سابقا لان العمار اللي موجودة او اللاعبين او التوليفة اللي موجودة بدأت بمنتخب الناشئين الشباب اولمبي وطني صار نعم ونفس تقريبا الكادر الفني هو الوحيد كان يعني استمر معاهم استمر معاهم لذلك الاستقرار الفني اللاعبين الاداري المباريات التجربية المعسكرات هذه كلها تولد عندك يعني اداء ويعني مثل ما نقول احنا صبروا على اداء الفريق اكيد احنا كنا نتمنى يعني نترك العاطفة احيانا وانت كنت تكلم بواقعية اكثر انه يجب علينا ان نكون صبورين لنتائج المنتخب بالفعل يعني مدرب جديد لاعبين توليفة جديدة فكر جديد فلسفة جديدة فاعتقد يجب علينا النصفة بها احنا كابتنا عفوا اذا ما قارننا بين المواهب الموجودة بالمنتخب القطري والمواهب الموجودة في منتخبنا يعني منتخبنا لا 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 تقاس منتخبنا ما شاء الله يعني نبديها من حراسة المرمى الى المهاجم عدنا بدنا للاعب ثلاث لاعبين بالرغم عدم موجود الخبرة المطلقة بالفعل لاعبين شباب لاعبين شباب بشار رسل صحيح صحيح ميمي مثلا ميمي خلنا اخذها على سبيل المثال ميمي مواهد الفين مواهد الفين واول بطولة وفي اول مبارتين هدفين من الجهود فردي نعم ميمي اساسياته صحيحة كانت يعني كانت فيه بدرسة عمباوة وبعدين تدرج الى نادي الشرطة نعم وبعدها الى الفريق الاول وبعدها الى المنتخبات يعني التدرجة صحيح نعم فالتدرجة كان صحيح صحيح لذلك هو مو صنيعة احد صنيعة نس صنيعة نس صنيعة هي موهبة ربانية صح اعتقد ان الهدف يعني حكم خبرتي الموجودة الهدف خصوصا الهدف هي موهبة ربانية بالفعل لكن تبدي صقلها شوية شوية بالفعل يعني يعطيه بعض الدروس بعض التعليمات الى فيمشي وتبقى على قدراته هو يعني بفارق كبير من ناحية المواهب اللى موجودة نعم طيب احنا بالنسبة لقطر قطر احنا شاهدناها لديها المقومات الجيدة الادوات الجيدة منتخب لربما يكون له ثقلة في هذه البطولة هناك ضغوطات يعني عدم تواجد جماهيرها ضغوطات الامور السياسية وهذه التفاصيل هل ممكن ان تؤثر على المنتخب القطري ام لا تؤثر ابدا وسيبقى بهذه الروحية شوف هو الدعم الجمهوري وارد نعم ويجبا يكون نعم مثال يعني احنا كنا بالثمهنات من كائلين الحصار يعني كل مباراتنا الودية الدولية والودية كانت خارج بالفعل فاعتقد القطريين الآن يعني اقلموا على هذا الوضع نعم بدليل انه مبارتين مع اداء ومع نتيجة نعم ست نقاط عنده الآن نعم فاعتقد ما اثرت عليه هذه الحالة رغم هي حالة يعني ايجابية اذا كانت جمهور معاك يعني هذا اللعب انا اقول لعب اثناعش ملاعب اكيد لعب اثناعش معاك الجمهور فاعتقد التأثير الجذري عليه ما صار ما صار عنده ولا لذلك انه نشوف النتيجة بين الفوزين وعدك ست نقاط عنده مرات غياب الجمهور يصير سلبي ومرات ايجابي يعني السلاح ذو حدين بالفعل لحد الآن مع قطر ايجابي اكيد طبعا لكن كورا الشمالية طبعا كورا الشمالية في النسخة الماضية شاهدناه في نسخة عام 2011 اصور عندما قابل منتخبنا الوطني كان فريق يعني قوي فريق حسب له حساب في هذه البطولة شاهدنا يعني في مبارتين عشرة هدافة استقبل يعني احنا نتكلم على الجوانب الفنية انه الفريق الكوري ما كان ذاك مستوى يعني مو ذاك الفريق اللي يعتمد عليه انه يتواصل بالبطولة فاعتقد المبارتين يكفي ان تحكم على هذا الفريق انه فريق مشارك وليس يعني منافس على بطولة فاعتقد يعني الستة مع الرأفة انا اقولها بالفعل ستة قطر مع الرأفة بالفعل مع ضياع الفرص بس عندي ملاحظة واحدة المتخب القطري يعني انت لو تلاحظ دوري لدور القطري ما عنده جمهور ذلك المنافسة موجودة والاداء موجود فاعتقد هذه يعني صارت دعم لهم يعني التعايش مع هذه الاجواء متأقلمين يعني متأقلمهم متأقلمين على الوضع اليابان وكما هي معروفة اليابان لديها منتخب متابر وجيد لكن بشكل انفس يفوز بنقطة واحد او بهدف واحد امام اومان ولم تكون ضربة الجزاء صحيحة نعم مشكوك فيها ومشكوك والجانب الاخر يعني ما حسب ضربة الجزاء بالفعل يعني بمشكلة انا اقول ان ظلموا المنتخب العماني الفريق الشباب يمكن بيه لاعب لاعبين يمكن خبرة فاعتقد المنتخب العماني ادى مبارات جيدة يعني مع فريق اه هو من مصفي بالجسم الفرق الاولى معبو عاصي خلل نسمي ايه فاعتقد المنتخب العماني انظلم بهذه المبارات واعتقد انه الفريق الياباني مو هذا مستواه صحيح اعتقد ان اسمعت انه ست لاعبين او سبع لاعبين مو موجودين من الاساسين فاعتقد المنتخب الياباني يعني اللي يجب ان يكون له حساب اخر غيس مثل العماني المنتخب الياباني شاهدنا في هذه النسخة يعني مو اليابان اللي نعرفه كاتن صحيح يابان المبارات الاولى مع تركو مستان ايضا مشقل انفس صحيح مع العلم فريق تركو مستان من الفرق والمنتخبات مع كل احترامي المغمورة صحيح اربعة هداف خسر المبارات الثانية امام اسباكستان لكن اليابان يعني مو وضعهم الطبيعي ما اعرف شن اللي صار بواياهم يعني اعتقد انه الغيابات موجودة تأثر عليه بالاضافة للمدرب اكيد طبعا يعني مدرب محلي هذه المرة المنتخب القطري يعني استقراره واداءه هذه من اداء استقرار المدرب الكاذر الفني صحيح لكن يبقى كمنتخب اليابان يعني يحسب له الف حساب اكيد اكيد يعني ممكن ان يكون بوابة صعبة واستمر مرعب امام اغلب المنتخبات اكيد طبعا يعني هم معروف طيب احنا اوز باكستان اربعة لصفر مع تركو مانستان هذا اللقاء اللي كان له اولوية كبيرة جدا للمنتخب الاوز باكستاني شوف هم الفريقين نفس الاستوف نفس المصافات لكن حتى بالاسم يعني بس تركو مستان يعني تقريبا جديد على الوضع الاسيوي بالفعل الفريق الاخر يعني متمرس يضم لاعبين اصحاب خبرة يعني لعبوا دوريات اوروبية حتى دوريات بقطر والعربية لعبوا فاعتقد متمرس بهذا الوضع والنتيجة انا شوفها يعني جدا طبيعية لهذه المباراة اربعة هتف مقابل اوز باكستان في المباراة الاولى عانوا امام المنتخب العمان حتى مبهم تشكيلتها وفريقها دورية اوراقها مجهولة دائما ايه دائما ما تكون انطلاقاتها في كاس اسيا انطلاقات قوية لكن شاهد الدور الثاني يودع البقول شوفك المنتخبات لديها نفس الطويل نعم وكفرق لا نفسها قصير مباراة مبارتين تخفت بالفعل حتى بالدورينا دورينا اوروبية دور الاوروبيات صح كاس العالم مثلا يعني من ان تكون تلقا صعود ونزول نزول مفاجئ بالفعل احيانا فرق اخرى من النزول الى صعود فاعتقد هذه الفرق نفس هذه المواصفات اللي وصفتهم نعم يعني من بداية هيكون اكو تحاؤن او بعد مباراة مبارتين كل الاحوال بكرة القدم خصوصا كرة القدم احنا نتكلم باختصاصة انه تتحدث كثير من متغيرات المبارات يعني ابسط مثل كاس العالم انه تغيرت فرق عالمية كبيرة لالها الى سمعتها خرجت ودخلت فرق اخرى اعتقد متغيرات تحدث توقع اي شيء طبيعي طبيعي طيب علي نتحدث على مباريات اليوم مباريات اليوم انا احتيه على المنتخب المفاجئة بالنسبة اي تقرير تقرير علي منهل طيب خلنا نروح نشاهد تقرير اول شيء احلام بعدين نرجع نحتيه على الهند الهند كلش عاجبيني الهند بصراحة شفت تطور واضح عليهم يعني مشتوى اكثر من رائع عشر سنين يشتغلون على الكرة الهندية طبعا وهذا شيء مفرح طبعا نعم قبل فترة طويلة انا كنت اذكر انه حتى زيكو سوى عقد معهم ممكن خمس ستين اعم عملوهم قاعدة هناك فالان اللعبة الثانية بعد كريكت كريكت الاولى الشعبية الاولى الان هي كريكت القدم الثانية فالبنى التحتية اللاعبين المدربين يعني صار في ثورة عشر سنين يشتغلون على الكرة نعم طيب نروح لتقرير عن مباراة اليوم مع الزميل علي منهل وبعدها راجعي مشاهدين الكرام المجموعة الاولى هي المجموعة الوحيدة التي لا يزال كل منتخباتها يملكون امل الوصول الى دورة ستة عشر كذلك هي الوحيدة التي تمتلك مباراة انتهت بالتعادل وهذا دليل على نسبة التقارب الكبيرة بين فرق مجموعة صاحب الدار سيواجه المنتخب التايلاندي الذي ظهر بمستوى متباين بعض الشيء حيث الخسارة الكبيرة التي تلقاها من المنتخب الهندي بالرباعية وفوزه على المنتخب البحريني الذي عجز المنتخب الاماراتي باقتناص النقاط الثلاث من ولكن مع كل ذلك فان الافضلية تبقى للمنتخب الاماراتي الذي يتسلح بارضه وجمهوره المواجهة الثانية هي بين المنتخب البحريني والمنتخب الهندي البحرينيون ليس امامهم اي خيار غير الفوز ولكن مهمتهم لن تكون بالسهلة لان خصمهم ظهر بصورة مغايرة عن التي كانت تتوقعها التكهنات الرياضية وبرهن انه ليس بالفريق الاضعف كما يقال عنه لذلك لا مجال للتهاون او الاستهانة بالخصوم وتبقى كلمة الختام على المستطيل الاخضر علي منهل العراقية الرياضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستوى مفاجئ اولى المباريات امام تايلند اربعة هداف مقابل هدف واحد الكل كان مرشح تايلند الفوز على الهند وعدد وافر من الهداف لكن اللي صار العكس اربعة هداف للهند مقابل هدف واحد لتايلند واحراج البلد المضيف في المباريات الثانية اللي هو المنتخب الاماراتي اللي فاز على الهند بهدفين اعتقد انه عن طرقصة فجائد مدى التطور في كرة القدم بالنسبة للهند هي هذه المنهجين اتكلم عليها يعني عندك مدى بعيد مدى قصيد فاعتقد الهند يعني استعملوا الصفة الاولى هي مدى البعيد فاعتقد كانت الكركت يعني مثل اللعبة الاولى الآن يعني بدأوا يهتمون ويعطون اهتمام اكبر بالدوري لكلة القدم يعني البنى التحتية لاعبين مدربين اجانب يعني خبارات دورات تدريبية فاعتقد حتى فئات العمرية فهذا يعطيك يعني في انطباع انه البلد هذا او هذه الحالة انه يريد يوصل الى الى هدف معين يعني توقعات الجميع بان رح يكون الى مستقبل هذا المنتقل هذا الفريق اكيد يعني انت ذا تلاحظين الان الهند ما كان هذا الاسم يعني كان مداول على اي واحد محطة ابوه الهند نفسه ما يحتم يعني محطة ابوه قابل صحيح احسن فاعتقد انه الهند الان يعني الى ثقلة سيصير مهاسنة نعم سنوات القادمة ستشوف الهند سيتطور اكثر حالة حال فيتنام وطايلاند يعني انه ما رح يكون حاجز صعب في هذه البطولة يعني الهند رح يتعامل مع هذه البطولة كتجربة نافعة من التمرس مع البطولات ايه طبعا ايه لتواجد المنتخبات المتمرسة بهذه البطولة نعم اسماء كبيرة منتخبات كبيرة ونجوم كبار موجودين فاعتقد المشاركة والاحتكاك مع هكذا البطولة بغض النظر على النتيجة فاعتقد هي فائدة للهند التي تبني للامام فاعتقد المشاركة والتبادل الخبرات المشاركة مع البحرين البحرين الفريق المستقر مع مدربة مع اللاعبين جميعا يعني كيف تشوف البحرين بداية قبل أن نتحدث عن اللقاء يعني زوري البحرين تعثر تعثر ببارة السابقة صح رغم هو يعني اقول مو تعثر رغم يعني في مبارات مع الامارات اللاعبه البداية الافتتاحين مع صاحب الواحد والجمهور فاعتقد كانت بداية جيدة انا اقولها تعادل فايضا البحرين بحرين وعمان ايضا ليس من اللي عندهم نفس طويل بالدوري بهذه البطولة خصوصة لأن البطولات السابقة كنا نتابدها نتابعهم يعني ما عندهم هذا النفس الطويل فاعتقد هذه المنتخبات ايضا يحتاج لهم بعد لانصار عندهم تغييرات جذرية من اسماء كبيرة يعني من اللاعبين احبيل ذو اللاعبين الموجود على احبيل نعم يعني فاعتقد اتغيرت المنهجية عندهم واتغير عندهم السيستم حتى بالفعل كنظام الدوري عندهم فاعتقد الفريق ايضا بناء عنده في مرحلة البناء فاعتقد المشاركة عنده وبهذه البطولة ايضا ما يفكر بيمكن يعني يحرز البطولة بالفعل لوجود المنتخبات اللي موجودة بالفعل مباراة الاخرى كابتن يعني البلد المضيفة الامارات بمواجهة المفاجأة الثانية ايضا تايلند البنسبالية مفاجأة حقق الفوز على المنتخب البحريني التعادل او الفوز على الامارات بهذه المباراة راح يضمن من خلاله العبور الى الدولة الثانية شوف تايلند فيتنام الهند الهند يعني هذه الاسماء اللي موجودة يعني ده شوفها من سنة بعد سنة او بطول بعد بطولة تقفز يعني خطوات الامام وهذا يعني يبين لك انه العمل الجادي اللي يقوم بها بالاتحادات اللي عندهم فاعتقد هذا تحسب عليهم فاعتقد الفريق البيتنامي او فريق الهندي او تايلاندي تايلند فاعتقد انه حتى تايلند تايلند يعني يضم مع فريق اللاعبين شباب ايضا في مرحلة البناء فاعتقد النتيجة او احراز البطولة هذه البطولة اعتقد هي مبعيد عن تفكيره وجهة نظر يعني لان بوجود الفرق ايران يابان كوريا العراق حتى قطر فاعتقد يكون صعب عليه فالمشاركة والاحتكاك نبس انضمها يعني بخانة الفرق البقية انه تشارك فقط الى ان مستقبل الفرق البطولة نعم تتأهل بشكل جيد احنا ايضا لا ننسى والاهم يعني جدا انه نتحدث على فريقنا منتخبنا الوطني سود الرافدين وتحضيرهم للبوابة الاصعب في مجموعتنا اللي هو المنتخب الايراني لكن قبلها علي شنوريك نروح نسمع تصريحات للاعبينا يعني مثل امجد عطوان وجلال حسن لهم تصريح خاص كابتن سوية معكم مشاهدينا نسمع تصريح ونرجع مبروك لنا القادم للمنتخب كيف تراه في ظل هذه المجموعة ومعدل الاعمار بالنسبة لللاعبين الحمد الله وشكر يعني تواجده وعدم تواجده هو هذا راجع الكادر التدريبي كنا اللاعبين جاهزين في اي وقت يحتاجنا الكادر التدريبي راح نكون على تم الجاهزية كنا جايين انه خدمة الوطن هذا الشيء وعلي غبار اللاعبين كلهم جايين في شيء واحد هو خدمة الوطن الحمد الله وشكر قدرنا نحقق يعني الحقق المهم في هذه المباراة هي الثلاث نقاط لكن المشوار طويل ننتظر من جماهرنا الدعم ننتظر منكم كإعلامي ننتظر الدعم لانتعرف كل دور راح يكون أصعب احنا عازمين نحقق فتش يرضيهم انشاء الله مبروك للجمهور العراقي مبروك للشعب العراقي تاهلنا الدور الثاني بقى مباراة مهمة وهي مع المنتخب الإيراني اكيد المنتخب الإيراني من المنتخبات الجيدة في آسيا ان شاء الله نظهر مستوي جيد في هذه المباراة ونحقق نتيجة إيجابية حتى تاهلنا الدور الثاني بالصدارة ان شاء الله انت رأيك كلاعب شخصيا تفضل ان نذهب اولا عن المجموعة ورأيك بتصريح كتنش اللي قال انه قد نلعب بالتشكيل الثاني ولا يهمني انه قعت في المركز الثاني اعتقد تصريح المدرب يعني ثقة عالية باللاعبين اللاعبين كلهم مستوى واحد ماكوا بدلاء ماكوا اساسين هم كلهم جايين مثلون المنتخب العراقي في هذه الفترة هم 23 لاعب من افضل اللاعبين موجودين بالعراق فهذا الشيء راجع للمدرب بعد اختياراته مثل ما قلت لك انه هي المباراتية وكلها احبوا اللي طموح انه يصعد الادوار النهاية ونتمنى ان نصعد المركز الاول وان شاء الله نصعد المركز الاول احنا حتى نلاقي الطريق الاسهل ان شاء الله اشتوعدون الجمهور نوعد الجمهور انه نقدم لهم فت شيء وهم محتاجين فرحة نقدم لهم هذا الشيء بسيط وان شاء الله نقدم لهم الجائزة الكبرانش موسيقى